اشتركوا في القناة ولا ببلدك ولا جنسيتك ولا ديانتك لكن عندما تتعرض لمصاب كبير وشاركك على المستوى الانساني يعني اتعاطف الانساني تخلل بعضه فيه ثلاث اعصير قوية بيدمروا ولايات كاملة في امريكا تفاجأ بان البعض عمال يتكلم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعض المصريين وبعض العرب كنت عمال تتصفح المواقع دي شماته ترامب الرئيس الامريكي خد المية وعشر مليار دولار من الخليج عنوة وابتزاز راح دفع متين وتسعين مليار لتكلفة الاعصير التدمير اللي عملته تلات اعصير في ذكرى 11 ستنبر النهاردة عصار ايرما يدمر الولايات الامريكية كان احنا فرحانين او بنشبت في مين في من اقدمين زينا يا رجل بني ادم يعني هل انا اتمنى الشر للاخوية الانسان على القرى الارضية ايه حجم القذارة النفسية دي ايه حجم التوحش النفسي ده طب يا سيدي اذا ما كنتش بتشارك اخوك في الانسانية مصابه حط لسانة جوابك واخرص فعلا يعني هاعرض لكم دلوقتي فيديو هو طويل شوية يعني ممكن حضرتك ما تكونش عارف يعني ايه هو الاعصار مفكر احنا الحمد لله يعني احنا في مصر ربنا منجينا من الحاجات دي او رحيم بينا بظروفنا باوضعنا بفقرنا بغلبنا ما عندناش الاجهزة اللي تواجدها انت ممكن تفكر ان الاعصار ده شوية هوا كده اللي هو ايه في الشتاء مثلا او تقوم لك عاصفة رملية ممكن الحركة تكون متصور ده النهاردة انا هاعرض لك حوالي اربع خمس دقايق النقل حي حي من واقع اعصار ايرمان نهاردة في ولاية فلوريدا الامريكية شوف الاعصار بيتشكل ويكون ازاي شوف البيوت اللي بتطير من على الارض يعني عايزكم تشوفوا هذا الفيديو واتبعوه علشان نشارك هؤلاء الضحايا حجم الاساء او حجم الاساء النفسي اللي بيتعرضوا لي اعرضوا يا شباب فيديو اعصار ايرمى في ولاية فلوريدا اللي هو واقع النهاردة داخل ولايات المتحدة الامريكية شكرا